بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة مصطب علاء ابراهيم ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض اهم اسئلة الفصل التاسع من قصة توقعات عظيمة للصفة الثالث السنة اول سؤال لو كنت مكان بيب هل كنت ستشعر بالحجل من معرفتك بان مجوش هو فعل الخير الذي ساعدك نعم كنت سأشعر بالحجل بان مجوش كان مقرم ومحكم عليه عن فوق امواله كي يجعل بيب رجل نبيل هل كان يجب على بيب ان يخبر الشرطة بان مجوش المحكم عليه عاد الى البلاد من استراليا ولماذا؟ لا اعتقد ذلك لان الرجل عمل بجد كي يجعل بيب رجل نبيل بالاضافة الى ذلك فقد يجرع بيب في مشكلة اذا على ما بقى الشرطة برجوع مجوش هل توافق على ان مجوش كان ضحية طفلته المسكينة ولماذا؟ أعتقد ذلك لانه لو كان وقد اشخاص يحتمون به قطفل صغير لم يكن يصبح مجرما نمبر فور لو كنت مكان بيب هل كنت ستساعد بروبس في الهرب ولماذا؟ لماذا؟ لم افعل ذلك لانه مساعدة محكم عليه تعتبر جريمة تعاقب عليها الشرطة نمبر فايف لو كنت مكان بروبس هل كان سيهدعك كومبسون بهذه السهولة ولماذا؟ لن اخضع عن طريق كومبسون لان بروبس كان لديه او يعيش حياة كيدة مع زوجته وما كان يجب عليه ان يعود الى الجراء نمبر سكس ماذا نتعلم من مادة بروبس؟ اعتقد اننا نتعلم بان الناس او الاشخاص يجب ان يعتبر ان يعتبر ان يتعلم ان الناس او الاشخاص كانوا بالأشخاص أو الأطفال الأيتام الذين ليس لديهم شخص يرعاهم وإلا سوف يصبحون مجرمين في المستقبل. نمبر سيفر. هل كان محقا في التفاخر بشأن أمواله ولماذا؟ لم يكن محقا في التفاخر بشأن أمواله لأنه استخدم أمواله التي قد يكون اكتسبها بطريقة غير مشروعة لتغيير حياة بيب ليس للأفضل كما قال بيب في السابق. نمبر إيد. لماذا أصدر على حكم بالسجن مدة أطول من كومبسون؟ لأن كومبسون بدأ عليه مظهر بأنه رغل نبيل وقال في المحكمة بأن بروفز هو من ارتكب على الجرائم. نمبر نين. كيف عرفت السيدة هفشام كومبسون؟ 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 كومبسون؟